قامت المبادرة الأفريقية لغاثة والتنمية بتقديم مساعدات طبية للمستشفيات بمدن إيربا، جريضا وأمجرس كما قدمت معدات للنظافة لبلجات هذه المدن آدم حنف فاضن جاءت هذه المناسبة التي قدمت فيها المساعدات الطبية لكل من منطقة إيربا، جريضا وأمجرس احتفالا بالذكرى العاشرة لمبادرة الإفريقية للإقاثة والتنمية المساعدات تتمثل في معدات طبية لمستشفيات جريضا وأمجرس وإيربا والتي تتمثل في الكراسي ومعدات للحمامات الصحية وفي ذات الإطار قدمت معدات نظافة لصالح بلدية هذه المدن وبعيد تسليم المعدات حيث قدم المسؤولون المحليون شكرهم للمبادرة لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد دور المنظمة في المجال الإنساني والتنموي مؤكدين في الوقت ذاته لأن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب تزامنا مع موسم الخريف أما المدير الدولي للمبادرة استانليز ديلاميدا قدم شكره للحكومة الشادية لتزليلها العقبات للمبادرة مما مكن المبادرة للقيام بدورها التنموي في شاد وأن المبادرة تعمل في تسع دول إفريقية وانشاطها يتمثل في تقديم الدعم اللوجستي والتقني والميكانيكي لدول الأعضاء هذا ويشار إلى أن المقر الرئيسي للمبادرة في شاد هو في مدينة إرباب إقليم وادي فرا